السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حديثنا نكمل فيه الكلام عن الموصولات الاسمية بعد أن ذكرنا في المحاضرة السابقة وأكملنا الحديث عن الحروف الموصولة وهي ليست من المعارف الحروف الموصولة ليست من المعارف المقصود بالمعارف هنا هذه الأسماء الموصولة وليست الحروف الموصولة وهو المراد من موضوعنا في المعارف وهو الموصول الاسمي والموصول الاسمي قسمان إما نص وإما مشترك الموصول الاسمي قسمان إما نص وإما مشترك فما المقصود بالموصول الاسم النص وما المقصود بالموصول الاسم المشترك الموصول الاسمي النص أو بنقسل أنا أوضحه للطلاب هكذا وقل خاصيا وهو ما كان نصا في الدلالة على بعض الأنواع لا يتعداها أو ما كان خاصا بنوع بعينه أو بعدد بعينه مثل الذي اسم الموصول خاص بالمفرد المذكر لا يصح أن أقول جاء الذي ذكر لأن الذي خاص أو نص بماذا بالمفرد المذكر ولكل من المفرد والمثنى والجمع مذكر ولمؤنث له اسم موصول خاص أو نص به سنذكرها تفصيلا الآن إن شاء الله أما الأسماء الموصولة المشتركة فهي أسماء موصولة بمعنى الذي بمعنى التي بمعنى الذين بمعنى اللائي بمعنى الذان بمعنى اللتان لا يختص بنوع بعينه يستخدم لها جميعا هو الذي لا يختص بنوع معين وإنما يصلح للأنواع كلها للمفرد للمثنى للجمع للمذكر للمؤنث طيب ما هي أو كم عدد الأسماء الموصولة النص أو الخاصة الخاصة كلا إن كانت أيصر للطلاب الخاصة هي ثمانية للمفرد المذكر الذي كقول الله تعالى يستخدم للمفرد المذكر للعالم للمفرد العالم أو للمفرد المذكر كقول الله تعالى الحمد لله الذي صدقنا وعده فالذي هنا اسم موصول للمفرد المذكر كذلك قول الله تعالى هذا يومكم الذي كنتم توعدون فالذي هنا اسم موصول مبني على السكون قد يكون في محل رفع أو نصب أو جر ولكنه خاص بالمفرد المؤنث لو أننا نتخاطب أو نتحدث عن مفردة المؤنثة نستخدم لها الاسم الموصول للعاقلة وغير العاقلة قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها موضع الشاهد هنا كلمة التي وهو اسم موصول للمفردة المؤنثة وهنا عاقلة وقول الله تعالى ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فهنا التي اسم موصول نص أو خاص بالمفردة المؤنثة حتى وإن كانت غير عاقل إذا أردنا أن نتحدث عن المثنى المذكر له كلمة اللذان في حالة الرفع والذين في حالة النصب والجر للمثنى المذكر سواء أكان عاقلا أم غير عاقل ففي حالة الرفع نقول اللذان وفي حالة النصب والجر نقول اللذين ومنها قول الله تعالى والذان يأتيانها منكم اللذان هنا اسم موصول خاص أو نص بالمثنى المذكر وقول الله تعالى ربنا أرين اللذين أضلانا موضوع الشاهد هنا في كلمة اللذين وهي اسم موصول خاص بالمثنى المذكر وحكم الإعرابي للذان واللتان سوف تأتي بعد ذلك حكمهما أنهما يعربان أعراب المثنى فيرفعان بالألف وينصبان ويمجران باليال أما للمثنى المؤنث فله اللتان في حالة الرفع واللتين في حالة النصب والجر وهو للمثنى المؤنث عاقلا أو غير عاقل حكم حكم المثنى حكمه حكم المثنى ويجوز في المثنى سوف مذكر أو مؤنث أن تشدد النوم في المثنى المذكر والمثنى المؤنث وقد قرأ عبد الله بن كثير بذلك في قول الله تعالى والذان يأتيانها منكم بتشديد النوم وهي قراءة سبعية متواترة وهي إحدى لهجات العرب الاسم الموصول التالي وهو الخامس هو الأولى لجمع المذكر العاقل كثيرا وقد يأتي لغير العاقل قليلا وهو مبني على السكون تقول سرني الأولى نجحوا في الاختبار سرني الأولى نجحوا في الاختبار ولكن الأكثر استخداما لجمع الذكور كلمة الذين الأولى لهجة شرق الجزيرة العربية أما الذين فهي لهجة أغلب العرب والحجاز وبها نزل القرآن الكريم وهي اسم موصول اسم موصول يكون بلياء ومبني يكون بلياء في الحوالي الثلاثة وهي لغة أغلب العرب جمهور العرب وهو مبني على الفتح كقول الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم فالذين هنا اسم موصول مشترك لجمع الذكور وهو اللغة على اللغة الأشهر والأغلب في لغة العرب أو في لهجات العرب يلزم الياء في أحوالي الثلاثة ويكون مبنيا في محل رفع أو نصب أو جر ويكون مبنيا على الفتح ولكن هناك لغة ثانية تقول الذون وإن كانت ضعيفة بالواوي رفعا والذين بالياء نصبا وجر والذون تكون في حالة الرفع على لهجة بعض العرب وهي لغة أو لهجة هذيل وعقيل وعليها جاء قول الشاعر نحن الذون صبحوا الصباح يوما نخيل غارة ملحاحة نحن الذين نحن نحن الذون صبحوا الصباحة يوما نخيل غارة ملحاحة الذون هنا جاءت على لهجة هذيل الذين يجعلون الذين بالواوي في حالة الرفع الاسم الموصول التالي وهو لجمع الإناث وهو اللاتي وقد تحذف الياء فنقول اللات بس كذا وكون مبنية عن الكسر وكقول الله تعالى في كلمة اللاتي لجمع الإناث والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فكلمة اللاتي هنا اسم موصول نص أو خاص بجمع الإناث وهو هنا مبني على السكون في حالة ثبوت الياء ويكون مبنيا على الكسر إذا حذفت الياء فقلنا اللاتي الاسم الموصول الأخير من الأسماء الموصولة النص هو اللائي وهو أيضا لجمع الإناث وقد تحذف الياء فنقول اللائي بالكسر هكذا اللائي بالكسر وهي مبنية على السكون في حالة ثبوت الياء في حالة ثبوت الياء ومبنية على الكسر إذا حذفت ماذا؟ إذا حذفت الياء يبقى اللائي واللاتي واللائي واللات هي الأسماء الموصولة الخاصة بجمع الإناث قاعدة توضح شيئا مما ذكر في الأسماء الموصولة الأولى واللائي أنه قد يقع كل من الأولى لجمع المذكر السالم واللائي لجمع الإناث مكان الآخر يعني يستبدل كلامها الحديث عن مذكر جمع ونأتي باللائي التي خاصة بجمع الإناث وقد يكون الكلام عن جمع الإناث ونأتي بالأولى الخاصة بجمع الذكور ومنها قول الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهد الحجور اللائي هنا بمعنى الذين لماذا؟ لأنه يتحدث عن آبائه وآباؤه رجال أو حتى لو كان من باب التغليب الأب هو ذكر وهو جمع فكان الأولى أن يستخدم الذين أو الأولى ولكنه بدلها استبدلها بالله الخاصة بالإناث ومنها قول الشاعر أيضا محى حبها حب الأولى كن قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبله هنا يتحدث عن إناث بدليل قوله كنا بنون الإناث ولكن استخدم مع جمع الإناث الأولى ولم يستخدم اللائي أو اللات وهذا يعني قليل في اللغة أن تستخدم الذين بدل من اللائي أو اللائي بدل من الذين وإلى لقاء آخر في محاضرة تالية نكمل في الحديث عن الأسماء المنصولة ترجمة نانسي قنقر